المبعوث الأممي في طهران وإيران تعيد الأمم المتحدة باستضافة محادثات لإنهاء الأزمة في اليمن قيادة السلطة المحلية بالحديدة تناقش مع رئيس البهضة الأممية آلية عمل الفريق الأممي وانتهاكات الحوثيين حريق يلتهم عددا من الخيام من خيام النازحين في مدينة الغيضة بمحافظة المهرة انتشار مرض الحصبة في إب والميليشيا تحضر المستشفيات من الحديث عن تسجيل إصابات أهلا بكم مشاهدين إلى نشرة التاسعة من قناة بلقيس معكم نضال الشبان وهشام الزياد شدد المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جرونبرغ خلال اجتماعات مع مسؤولين إيرانيين بطهران على ضرورة إنهاء النزاع في اليمن أضف مكتب المبعوث في تغريدات له على تويتر أن جرونبرغ التقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان وعددا من المسؤولين الإيرانيين لبحث الأزمة في اليمن شدد المبعوث الأممي على أهمية الدعم الإقليمي لبدء عملية سياسية يمنية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة من أجل إنهاء النزاع في البلاد وتعزيز الأمن في المنطقة من جهتها قالت طهران أن وزير خارجيتها حسين أمير عبداللهيان وعدل من العمل الأمم المتحدة باستضافة محادثات لإنهاء الأزمة في اليمن وأوضحت الخارجية الإيرانية أنها تأمل في أن يكون للاتفاق الإيراني السعودي نتائج إيجابية على الأزمة اليمنية واعتبرت أن الأجواء الإيجابية للعلاقات بين بلادها والسعودية ستكون سببا لحل الأزمة اليمنية أشار إلى أن الاتفاق السعودي الإيراني ستكون له نتائج إيجابية على تغزيز التعاون المشترك في المنطقة وفي سياق متصل كشفت صحيفة كويتية عن اتفاق سعودي إيراني على رعاية مصالحة يمنية يمنية شاملة بهدف التوصل إلى حل سياسي للأزمة يرضي الجميع ويضمن وحدة الأراضي اليمنية ونقلت صحيفة الجريدة عن مصدر قالت أو رافق مسؤولا إيرانيا لتوقيع الاتفاق مع الوفد السعودي في بكين أن هناك العديد من الملفات الإقليمية التي تم الاتفاق عليها أو وضع عنوين عريضة لحلها قبل التوصل إلى الاتفاق بين الدولتين بينها ملف الأزمة اليمنية الحدث في الصين والصدى في اليمن فلم تمضي ثلاثة أيام على التفاهم السعودي الإيراني حتى تركزت التساؤلات على مستقبل التسوية السياسية للأزمة اليمنية إيران بدت أكثر اهتماما باليمن بعد تقاربها الأخير مع السعودية حيث أكدت طهران أن الحوار بين الأطراف اليمنية هو السبيل الوحيد لحل الخلافات وقال وزير خارجيتها حسين اللهيان لقناة الخبر الإيرانية إن الحرب ليست حلاً وملف اليمن سيكون له آليات خاصة به البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة ظهرت متفائلة بشأن تداعيات تقارب بلادها مع السعودية على الأزمة اليمنية حيث قالت إن ذلك سيسرع في تحقيق وقف إطلاق النار في اليمن حتى أنها تحدثت عن إمكانية تشكيل حكومة وطنية شاملة فيما تحدثت صحيفة كويتية عن تفاصيل إيرانية تتعلق بالانتخابات الرئاسية والنيابية في اليمن السعودية لم تظهر بنفس الحماس الإيراني حيث أوضح وزير الخارجية السعودي أن الاتفاق بين بلاده وإيران لا يعني التوصل إلى حل جميع الخلافات العالقة بين البلدين رغم حديث وسائل إعلامية خليجية عن اتفاق مبدئي سعودي إيراني على رعاية مصالحة يمنية يمنية شاملة تصريحات خارجيتي السعودية وإيران أتت بالتزامن مع مباحثات بين مسقط وطهران لم تفصح الخارجية العمانية عن تفاصيلها إلا أن مراقبين يربطونها بنتائج الاتفاق السعودي الإيراني في بكين ويتوقعون أن تناقش مسقط وطهران ملف المفاوضات الحوثية السعودية التي ترعاها سلطنة عمان الحماس الإيراني والتحفظ السعودي يشير إلى أن الاتفاق الموقع في الصين ظهر كانتصار دبلوماسيا لطهران إلا أن المؤكد أن اليمن أضحت بشكل رسمي مشكلة سعودية إيرانية لا يعلم بعد كيف سيأول مصيرها حكمت ميليشيا الحوثي بأعدام ثلاثة مختطفين مدنيين وساجن عشرة آخرين لمدة تتراوح بين خمس إلى سبع سنوات بالتزامن مع معاودتها محاكمة الصحفيين الأربع المختطفين وقال فريق الدفاع عن الصحفيين أن المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة الميليشيا في صنعاء عقدت جلسة محاكمة جديدة بشكل مفاجئ دون حضور الصحفيين المختطفين منذ ثمان سنوات أضاف الفريق أن الميليشيا قررت عقد جلسة أخرى الثلاثاء المقبل لصحفيين عبدالخالق عمران، توفيق المنصوري، حارث حميد، وأكرم الوليدي الذين كانت قد حكمت بأعدامهم قبل ثلاث سنوات وتأتي هذه الممارسات الحوثية بعد ثلاثة أيام من انطلاق مفاوضات الأسرى في مدينة جينيف السويسرية ومطالبات واسعة بالإفراج عن الصحفيين المختطفين إلى ذلك قالت منظمة حقوقية أن استمرار الانتهاكات من قبل ميليشيا الحوثي لا يخدم سير المفاوضات المنعقدة في مدينة جينيف حول ملف الأسرى المختطفين ودانت منظمة رايت سرادار سهداف قناصة الميليشيا المواطنة قبول أحمد الحاج البالغة من العمر خمسة وستين عاما في منطقة الشقب جنوب مدينة تعس ويوم السبت الماضي أعلن المبغوث الأممي بدأ جولة جديدة من المشاورات بين الحكومة اليمنية والحوثيين في سويسرا لتبادل الأسرى بين الجانبين من جهته كشف مسؤول حكومي عن تبادل وفدي المفاوضات في جينيف كشوفات لمئتي أسير من الحكومة وميليشيا الحوثيين نقلت وكالة الأنضول عن المسؤول قوله إن المفاوضات شهدت حتى الآن تبادل كشوفات مئة أسير تطالب بهم الحكومة مقابل مئة أسير من ميليشيا الحوثي وأضاف أنه تتم حاليا مراجعة الأسماء من الجانبين دون مزيد من التفاصيل بينما يتشارك وفد الحكومة وميليشيا الحوثي الطاولة نفسها في جينيف لاستكمال المفاوضات بشأن تبادل المحتجزين والأسرى كالعادة تذهب ميليشيا الحوثي في صنعاء للتلاعب بهذا الملف بطريقتها تختار الميليشيا الوقت المناسب للاستهتار ببعض القضايا التي تستخدمها كورقة ضغط لتحقيق مطالبها وهو ما يحدث الآن مع قضية الصحفيين الأربعة المختطفين لديها منذ ثماني سنوات استأنف الإنقلابيون بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار محاكمة عبدالخالق عمران وتوفيق المنصوري وحارث حميد وأكرم الوليدي بعد ثلاث سنوات من إصدارها حكما بعدامهم هذا التوقيت يراه مراقبون بأنه استفزاز لأسر المختطفين والأسرة الصحفية اليمنية وكل من يؤمن بحقوق الإنسان لكن الميليشيا تبدو من خلال خطوتها هذه مصرة على رفض مطالب الإفراج عنهم الجلسة التي نفذتها المحكمة الجزائية المتخصصة عقدت دون حضور المختطفين الأربعة والمعروف عن هذه الجماعة الإنقلابية إنها مجرد ميليشيا لا يوجد في عرفها حتى معاني للحقوق أو الحريات وليس لها أي مسوغ يكفل للضحايا حقوقهم الإنسانية رغم ذلك لا تزال الكثير من الأصوات ترتفع بشكل يومي للمطالبة بانتزاع الحقوق من الأطراف المعنية وفي مقدمتها جماعة الحوثي فعلى سبيل المثال تستمر رابطة أمهات المختطفين في تنفيذ وقفاتها الاحتجاجية وإصدار البيانات من أجل نيل المختطفين والمحتجزين والمخفيين قسرا حريتهم يرجح البعض انتهاء المفاوضات الجارية السبت القادم لكن يبقى السؤال الأكثر حضواً هل ستشمل قوائم الأسماء المتبادلة بين الجانبين أسماء الصحفيين الأربعة وتنجح في الموافقة على تبادل جميع المحتجزين مقابل الكل حتى تلك اللحظة لننتظر ونرى ما ستفسر عنه الأيام القادمة في جينيف أيضاً شهدت ساحة الأمم المتحدة معرضاً مصوراً لجرائم وانتهاكات ميليشيا الحوثي بحق اليمنيين ونظمت المعرض الرابطة الإنسانية للحقوق بالتعاون مع رابطة أمهات المغتطفين على هامش عقاد دورة الثانية والخمسين لمجلس حقوق الإنسان أبرزت الصور لانتهاكات التي تمارسها الميليشيا بحق المغتطفين والمخفيين قسراً والمرأة وتجنيد الأطفال وأظهرت جزءاً من معاناة عائلات المعتقلين والمغتطفين اليوم من هذه الساحة من ساحة جينيفا لمجلس حقوق الإنسان نطالب ونناشد جميع الأطراف بأن تفرج عن جميع الأسرى لأنه بالفعل هذه المبادرة هي مبادرة ينتظرها الجميع ينتظرها الشعب اليمني بأكمله تنتظرها أمهات المغتطفين والأسرى نطالب جميع الأطراف أن يتحملوا المسؤولية القانونية والأخلاقية والاجتماعية أمام هذه الأسر وأمام هذه الأمهات الذين ينتظروا بالفعل لأبنائهن أن يعودوا إلى منازلهم سالمين ونتمنى أن يكون هناك مصداقية بالفعل في هذه المبادرة الجديدة وأن يكون هناك جدية في عملية التنفيذ لأنه دائماً نعاني من حكاية التنفيذ كما هو معروف تكون هناك معيقات وصعوبات في عملية التنفيذ وإخفاء للبعض لبعض الأسرى قال برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة إن معدلات السوء التغذية في اليمن مثيرة للقلق وأوضح أنه في العام الجاري يعمل على وصول خدمات الوقاية من سوء التغذية وعلاجه إلى أكثر من أربعة ملايين طفل وأم من جاتها قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف إن سوء التغذية يحرم ملايين الأطفال في اليمن من صحتهم وإمكاناتهم مشيرة إلى وجود أكثر من خمسمائة وأربعين ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد لا شيء يدفع عنهم الجوع سوى أصوات هذه الأطباق الفارغة التي تحاول بها الأم تهدئة صغارها هكذا أصبح الوضع في اليمن إتقول التقارير الأممية إن نحو ثمانين في المئة من السكان بحاجة إلى العون الإنساني أجهزت الحرب على كل شيء في البلاد حتى قوت هؤلاء الأطفال وباتت أسرهم عاجزة عن توفير وجباتهم بانتظام ترتفع أسعار المواد الغذائية والوقود وفي المقابل يعاني الموظفون من انقطاع الرواتب وعمال الأجر اليومي لا يجدون فرص عمل وباتت الحياة شاقة والحصول على لقمة العيش صعب المنال في ظل هذه التحديات تتعالى التحذيرات الدولية إذ حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة من تفاقم معاناة أكثر من مليوني طفل يعانون من سوء التغذية الحاد التحذيرات الدولية تقول أيضاً إن تحديات النزوح والوضع الاقتصادي المتردي في ظل غياب تسوية سياسية شاملة تجعل إنهاء أزمة الغذاء في اليمن مسألة صعبة لا تتوقف معاناة البلاد عند هذا الحد بل إن مشكلة النزوح هي الأخرى تفاقم المعاناة اتوصف الجهود الدولية بالهزيلة وسط تزايد أعداد النازحين الذين يتجاوز عددهم أربعة ملايين نازح أغلبهم من الأطفال والنساء طالبت وحدة النازحين في مارب شركاء العمل الإنساني بسرعة التدخل لتوفير الاحتياجات الإيوائية والغذائية للأسر المتضررة جراء الأمطار ورياح التي شهدتها المحافظة وحذرت الوحدة من كارثة محتملة جراء هطول الأمطار وتدفق السيول على المحافظة والتي كانت قد ألحقت العام الماضي خسائر كبيرة في مختلف مواقع وتجمعات النازحين وكانت الوحدة أفادت بتضرور عدد من المساكن في مخيمي السويداء والراك جراء الرياح والأمطار التي شهدتها مارب محافظة مارب شهدت خلال الساعات القليلة سقوط أمطار على مخيمات النازحين حصل منها أضرر جزئية في مخيمات النزوح وبعض المساكن خارج المخيمات نحن في الوحدة التنفيذية وفريقها المكتبي والميداني رفعنا حالة التأهب والاستعداد لتدارك الأوضاع والرفع بالاحتياجات ورصد الأوضاع الإنسانية الصعبة والطارئة التي لحكت بالمخيمات وخارج المخيمات نحن نطلقها دعوة للشركاء العمل الإنساني والمنظمات الإنسانية بتوفير مواد إيوائية وغذائية وسرعة الاستجابة لهذا الأسر حتى تستطيع الأسر التعافي من جراء هذه الكارثة افتتح أول مركز مجتمعي لتوفير فرص عمل للأسر النازحة والأشد فقرا في محافظة مارب التي تحتضن أكثر من مليوني نازح ويهدف المركز إلى دعم قدرات النساء الماهرات في الخياطة والتطريز والتسويق حتى يضم المركز الذي حمل اسم الأياد المنتجة أكثر من أربعين مرات من الأسر النازحة ونساء مارب تحاول سميرة أحمد البحث عن فرصة عمل للهروب من واقع الأزمة الإنسانية وتأثيراتها على المعيشة اليومية كغيرها من النساء النازحات في محافظة مأرب يفتح هذا المركز نافذة أمل لكثير من الأسر التي فقدت معيلها ومصادر الدخل خلال سنوات الحرب الحمد لله هذا المركز وفر لي العمل مع أنني كن كعاطلة محتاجة لهذا العمل الحمد لله أحسن فرصة بحياتي أقدر عن نفسي وأسرتي الحمد لله يعني قلنا معنا 20 أو 15% من منتقاتنا الحمد لله ننتج ثلاثة فساتين اليوم وكذا تعرض سميرة منتجاتها ضمن أربعين امرأة من الأسر النازحة ونساء مأرب الماهرات في الخياطة والتطريز والتسويق حيث يجتمعن تحت سقف واحد في مركز آياد منتجة وهو المركز الوحيد في المحافظة إذ يقدم خدماته للأسر الأشد فقرا ويعد رافدا اقتصاديا للمرأة هنا يدخل مشروع إلى تعزيز دور المرأة العاملة ذوي اللي احتياجت اللي ما عندها ندخل في البيوت وفرنا لنا هنا فرص عمل تقريبا خمسين امرأة عندنا تشتغلين طبعا نطالب من المنظمات بدعم المشروع محتاجين ماطور عشان الكهرباء محتاجين حضانة لغلبية أموها وفر لنا هذا المركز فرص عمل من تسويق من خياطة ويعني الحمد لله خرجين أكثر النساء من الحاجة لأنهم يعني بعيلين أسر عشرات الأسر النازحة والمنتجة مكنها هذا المركز من تجاوز ظروف النزوح القاسية وتحويلها من عنصر خامل إلى منتج وفاعل في التنمية والاكتفاء الذاتي تمثل هذه المشاريع الصغيرة نقلة نوعية للنساء النازحات المنتجات بالمحافظة كما تسهم إلى حد كبير في التخفيف من أعباء الأزمة الإنسانية المتفاقمة في مناطق النزوح جراء استمرار الحرب وانعدم فرص العمل علي الجرادي قناة بلقيس مأرب اندلعت اشتباكات بين قوات أمنية ومسلحين قبليين في مديرية طور الباحة بمحافظة لحج وقالت مصادر محلية إن مواجهات اندلعت بين حملة عسكرية من إدارة أمن المديرية ومسلحين قبليين قاموا بقطع طريق في منطقة الجبلين بالفرشة للمطالبة بالإفراج عن أحد السجنة ووفق المصادر فإن الطريق لا يزال مقطوعا أمام حركة المسافرين ومركبات النقل وبين الفترة والأخرى يشهد طريق طور الباحة الذي يربط محافظات لحج عدن بتعز وصنع تقطعا من قبل مسلحين للمطالبة بالإفراج عن سجناء أو ثارات قبلية رحب الاتحاد الأوروبي بإعلان الأمم المتحدة توقيع اتفاقية لشراء سفينة بديلة لنقل النفط من خزان صافر العائم في البحر الأحمر قبلة سواحل الخضدة ووصف لاتحاد عملية شراء السفينة بأنها خطوة مهمة لتجنب كارثة كبيرة في البحر الأحمر وأكيدا انتزامه بدعم عملية الإنقاذ للنقلة التي تحمل على مدنها مليونا ومئة ألف برميل من النفط وفي شهر نوفمبر الماضي أعلنت الأمم المتحدة أن تفريغ خزان صافر النفطي سيبدأ مطلع العام الجاري بعد شهرين من تأكيد أممي لتلقي تمويل الكافي من المانحين ناقش رئيس البعثة الأممية الجنرال مايكل بيري مع قيادة السلطة المحلية في الحديدة أليات عمل الفريق الأممي وانتهاكات ميليشيا الحوثي إضافة إلى دعم عمليات إزالة الألغام الحوثية وأكد محافظ الحديدة حسن طاهر ضرورة نقل مكاتب الأمم المتحدة إلى مدينة الخوخة إضافة إلى دعم جهود المحافظة للتخلص من الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي من جهته شدد بيري رئيس البعثة الأممية على أهمية التنسيق الكامل مع السلطة المحلية مؤكدا أن كافة المطالب التي طرحت سيتم العمل عليها وخاصة ملف الألغام ومخلفات الحرب وبشكل شبه يومي يسقط ضحايا مدنيون بين قتلى وجرحا جراء انفجار الألغام الحوثية ومخلفات الحرب وصى مطالبات بإجبار الميليشيا على تسليم الخرائط الحقيقة كان اجتمع مثمر وحضره الأخوة أعضاء الفريق الحكومي والأخوة المقتصرين لدينا طرحنا بكل وضوح وبكل شفافية مدى استياءنا واستياء المواطنين من عدم تنفيذ الاتفاقي ومن عدم التعامل الجاد من قبل البعثة مع الحوثيين قامت جماعة الحوثي بزراعة كميات كبيرة من الألغام وفخخت 25 مدرسة في محافظة الحديدة كانت نصيبة الحيس والخوخة تسع مدارس تم تفجيرها كليا وتم تفكيك خمس مدارس في حيس من الألغام العبوات طبعا قامت جماعة الحوثي بتفجير خمسة مشاريع مياه في حيس أيضا قامت بتفكيخ المنازل والطرقات نفذ تجار من تعز إضرابا شاملا في عدد من أسواق المدينة احتجاجا على مقتل التاجر أحمد العديني قبل أيام برصاص مسلحين في العاصمة المؤقتة عدن ونظم التجار وقفة احتجاجية مطالبين مجلس القيادة الرئاسي والجهات الرسمية في عدن القيام بمسؤوليتهم في ضبط الجنات وتسليمهم للعتالة والقصاص منهم بيّن شقيق المجني عليه أن العديني قتل على يد مسلحين بعد رفعه قضية ضد صرافة الأمناء وعقب تعرضه لتهديدات بالتصفية واحتجازه لمدة أسبوع في إحدى المعسكرات بعدا التي تتحكم فيها التشكيلات المسلحة التابعة للمجلس الانتقالي ما يقارب ثلاث مليون سعودي أو مليون ثممية وعدة تقار كانوا سألوا اشترابة للمنفقاء على نفلسه فأخي راح يطالب بحقه وراحوا عند ناس بليان وسطوا ما فيش قدم دعوة للمحكمة فقدم عليه من قبل لما بالمحكمة ولم يفعل عليه إعلان أن تواضح فقد تهقم عليه لداخل المحل ودخلنا بلواء الطوارئ وتم حق زبط الأسبوع ثم بعد آخر قلنا من اللواء نستنكر بأشد العبارات القريمة النكران التي أقدمت عليها إصابة إجرامية في عدن بقتل التاقر أحمد حمود العديني داخل محله التجاري الثنين نطالب مجلس القيادة الرئاسية والجهات الرسمية في عدن القيام بمسؤوليتهم القضاء على القناة وتسليمهم لتنفيذ القصاص بحقهم تحقيقا للعدالة وإحقاقا للحق وصولا للكرامة والدماء البريئة ثلاثة ندعو جهات الاختصاص والجهات الأمنية والقضايا في عدن إلى عدم الوقوف موقفا متفرق ونحملهم المسؤولية الكاملة في متابعة القضية والقرض على كل القناة نشد المواطنون في مدينة تعز السلطة المحلية بوضع معالجات حقيقية للبدء باستكمال مشروع تأهيل المقطع الأول من طريق تعز التربة المتعثر منذ أشهر وزاد انقطاع طريق من معاناة الناس جرى توقف المقطع الأول الممتد من نقطة الهنجر إلى نقيل يفرس حيث أصبح صعبا مواعرا لمرور المركبات دعا المواطنون السلطات لسرعة الإفاء بوعودها والتزامها بالفترة المحددة لتأهيل الطريق يشار إلى أن تغير المناخ وهطول الأمطار قد أعاق حركة مرور السكان وشاحنات الغذاء والدواء الداخلة إلى مدينة تعز حفروا الشوارع وحروا طرحوا أنه الآن لنتمجي داخل السفيل الشارع هذا تروح تتعالك بخمسين ألف يمكنوا لمدة شهرين لمدة شهر يصلحوا لمدة ثلاثة الآن لنسنا مع باقي لنا قال كانوا يطرحوا لنا زي ما كان أحسن لنا الله القائمين بالمشروع نتمنى أنهم يصلحوا يلفتوا لهذه الطريق بنيا طيبة وخارقه نحن منها يصلحها بأسرع وقت أخي الخط هذا يعني نسو الشعب ولم صلحوا أي حاجة بالخط هذا أتكننا عن حفر أفضل أستلموا مليارات ولم يصلحوا أي حاجة ولا المواطن ولا نلتمس أي حاجة من هذا الخط الخط تعز التربة قاموا بعادة المشروع يعني قبل فترة طويلة وقالوا أنهم ينقذوا البشروع هذا خلال بعد الفترة لم ينقذ حتى واحد في المئة من طريق تعز التربة ولا يثنين في المئة حتى كلها حفر وغبار وطريق بداية وكان نحن أصيب إثنان بجروح متفاوتة جراء حادث سير في طريق هيجة العبد جنوبية محافظة تعز وقال شهود عيان لقناة بلقيس إن شاحنة محملة بمادة القمح انقلبت في طريق هيجة العبد جراء تساقط الأمطار ما أدى إلى إصابة سائق الناقلة ونجلة وفي وقت سابق وجهت السلطات بتحويل خط المرور والسير إلى طريق الصحة كربة بدلا من طريق هيجة العبد الذي يشهد أعمال إصلاح وصيانة وشهد طريق هيجة العبد منذ تحويله إلى طريق ريسي وشريان حياة يربط محافظة تعز بمحافظة لحج وعدن شهد العديد من الحوادث المتكررة أودت بحياة العشرات كشفت مصادر طبية في إبء الخاضعة لسيطرة الحوثيين عن تسجيل عدد من حالات الإصابة بمرض الحصبة في المحافظة ووفق المصادر فإن مشافي المحافظة استقبلت خلال الفترة القليلة الماضية عشرات حالات الإصابة وسط ترد الوضع الصحي حذرت ميليشيا الحوثي القائمين على المستشفيات في المدينة والمديريات من الحديث عن وجود إصابات بالمرض مهددة بعقوبات صارمة وتزايدت حالات الإصابة خاصة وسط الأطفال بأمراض الشلال والحصبة وغيرها من الأوبئة جراء منع الميليشيا التحصين ضد تلك الأمراض شب حريق في مخيم للنازحين وسط مدينة الغيضة بمحافظة المهرة نتيجة ماس كهربائي وقالت مصادر محلية إن حريقا كبيرا شب في تجمع سكني للنازحين وسط المدينة أضافت أن الحريق التهم خياما عدى لأسر النازحة متسببا بأضرار ماتية جسيمة دون الحديث عن خسائر في الأرواح من جهته قال أمين عام جمعية الهلال الأحمر اليمني عبد الرحيم مفتاح إن الدفاع المدني تمكن من إخبال الحريق قبل انتشاره مشيرا إلى قيمه بحصر الأضرار والرفع بها إلى الهلال الأحمر لا معانا فرشان ولا معانا بطانيات ولا معانا سكن نقلس ولا معانا شيء ولا معانا ملابس ولا معانا حاجة حرقوا علينا حيوانات حرقنا هنا كل لحنا سامانا هنا نشاهد من الرجل السلطة المحلية والمقلس والحكومة التي ساعدت هنا وتابلحنا مكان نحن الآن ما بيش معانا مكان نقلس فيه معانا أطفال معانا حالتحنا صعبة تعبانا معانا كل شيء ومعانا عندنا أولاد أعماء ومحور ما بيش حتى معانا بطانية دفيهم الآن نحن قاسم بالشارع ما بيش حتى مكان نقلس فيه والنشاد أخواني المواطنين المقلس المحلين الحكومة ساعدوا أخوانكم مننا هنا سبعة بيوت اللي حرقوا حرقوا كامل حرقوا ما بيش معانا حتى ولا شيء غير دي القرمزاني أمتلكها بقراسي وجينا نشتلاع المكان والتأكد من حالة إن شاء الله حالة الناس طيبة إلى الآن لكن تأكد نحصر الممتلكات والموقع اللي حصل فيه الحريق إن شاء الله نرفع بتقريب إلى الهلال الأحمر في أقرب نفذ مكتب الصناعة والتجارة في محافظة المهرة حملة ميدانية لتفتيش وضبط الأسعار في أسواق المدينة وقال مكتب الصناعة في المحافظة إنها حملة تهدف لمراقبة أسعار الجمرة ومقارنتها بأسعار تجزئة في الأسواق مشيرا إلى أن هناك حملات مكثفة سيقوم بها الفريق للنزول الميداني على الأسواق لمراقبة الأسعار فيها وضبط المتلاعبين لافت المكتب إلى أن هناك إجراءات سيتم اتخاذها بحق المخالفين والمتلاعبين بالأسعار نظم متحف مدينة المكلة بحضر موت جلسة نقاش علمية حول خط المسند والكتابات القديمة في الجزيرة العربية بحضور شخصيات رسمية وثقافية وعدد من الباحثين والمهتمين تناولت الندوة التي تأتي بالتعاون مع منتدى أسعد الكامل الثقفي أربع أوراق مختلفة حول كتابات ما قبل الإسلام كاللغات السامية ونقوش القديمية في اليمن وحضر موت وتهدف الندوة إلى تشجيع الباحثين فيما يتعلق بتاريخ الكتابة القديمة وإعداد مزيد من الأبحاث للحفاظ على هذا الإرث من الاندثار كما تهدف إلى رفع الوعي المجتمعي وتثقيف الأجيال بحضارات اليمن القديمة أقمنا اليوم فضل الله بمتحف المكلة وبرعاية من منتدى أسعد الكامل حلقة نقاشية حول الكتابة والنقوش في الجزيرة العربية في فترة ما قبل السلام تضمنت أربع وراغ علمية مختلفة حول النقوش والكتابات في الجزيرة العربية نهدف من خلال هذه الورشة إلى رفع الوعي المجتمعي وأيضا استنهاض الهمم للشباب الباحثين للحديث وللكتابة وأيضا للأبحاث المستقبلية حول هذا الجانب المهم الإدراس الفسرية الطالة والإهمال مؤخرا هذه الوراقة العلمية الأربعة التي تضمنتها اليوم لحلقة النقاش تناولت بشكل عام ورقة حول اللغات السامية واللغات في الجزيرة العربية ككل وأيضا ورقة متخصة في تاريخ اليمن وجنوب الجزيرة العربية وصلنا إلى ختام هذه النشرة هذا تذكير بأبرز عنوينها المبعوط الأممي في طهران وإيران تعيد الأمم المتحدة باستضافة محادثات لإنهاء الأزمة في اليمن قيادة السلطة المحلية بالحديدة تناقش مع رئيس البعثة الأممية آليات عمل الفريق الأممي وانتهاكات الحوثيين حريق يلتهم عددا من خيام النازحين في مدينة الغيظة بمحافظة المحلة انتشار مرض الحصبة في إبوى الميليشية تحذر المستشفية من الحديث عن تسجيل إصاباته لم شاهدين كان هذا كل ما لدينا في هذه النشرة نشكركم على طيب المتابعة إلى اللقاء بحول الله اشتركوا في القناة